بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب الفخامة رئيس جمهورية ناميبيا وصاحب الفخامة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية معالي سيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة معالي سيد الأمين العام لمنظمتنا الأممية سيدات فلايات سيدة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ريب أن عالمنا اليوم يمر بمنعطف مصيري بالغ الخطورة والحساسية من جراء المخاطر المتراكمة لمختلف تحديات الأمنية والتنموية والمناخية التي تواجه شعوبنا ودولنا على حد سوا فمثل هذه الظروف الاستثنائية تعيد إلى واجهة الأولويات ضرورة إعادة الاعتبار لما يجمعنا ويوحدنا تحت قبة منظمتنا الأممية التي ندعمها دعماً مطلقاً لأننا نثق تماماً تمام التقى أنه لا بديل لها ولا غنى عنها من هذا المنظور فإن قمة المستقبل التي نحن بصداد التحذير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة بل على العكس من ذلك تماماً فإن هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه أولاً كمحطة فارقة لتجديد تزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في المثاق الأممي تلك المبادئ والقيم التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة ثانياً كفرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساعي هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تتقل كاهل المجموعة الدولية ثالثاً وآخراً كركيزة صلبة لاستشراف أفاق مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء لجميع ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمد بحق الدول الإفريقية ومنظومة تستجيب لشعوب المضطهدة وتمحي آخر آفات من آفات العقود الغابرة ألا وهي آفات الهيمنة والاحتلال والاستعمار وبناء على هذا أدعو قادة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل وإلى حجر جهودنا بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظ مصالح الأجيال القادمة والحالية شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته